قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديد ونائبه محمد شيحة فتح خطوط اتصال مع وكلاء اللاعبين الأجانب الهاربين من النادي لحل الأزمات بصورة ودية تمهيدا لسحب شكواهم ضد القرعة الصفراء لدى التحاد الدولي لكرة القدم فيفا ويواجه الإسماعيلي أزمات عديدة مع محترفيه الأجانب وهم الأرجنتيني ديجو فرناندو والبوليفي كارميلو الجارناز والإفواري جان موريل والتونسي نور الزمان الزاموري والجزائري محمد بن خماسة والفلسطيني خالد النبريسي بسبب مستحقتهم المالية المتأخرة لدى النادي وفي النهاية وعن تجربة يقوم الاتحاد الدولي بخصم القيمة المالية المستحقة لللاعبين زائد غرامة تضاعف هذه القيمة مما يسبب زيادة الأعباء المالية على النادي الإسماعيل ومن هذا يفضل الإسماعيلي مبدأ الصلح خير مع محترفي الأجانب الهاربين من الإسماعيلي بسبب الأزمات المالية اشتركوا في القناة